تعرف كيف تتخلص من الناموس نهائيا ينتمي الناموس إلى عائلة الدباب المعروفة باسم كيلسي داي والمقسمة إلى 3000 نوع موجود في جميع أنحاء العالم تعتبر حشرة الناموس أو البعوض أو البرغش من الحشرات صغيرة الحجم التي يمكن رؤيتها بالأين المجردة ويعيش هذا النوع من الحشرات داخل الحشائش أو الشجيرات القريبة من أماكن وجود الإنسان وتتكاثر كثيرا في المياه الراكدة لهذا يجب التخلص من وجود البعوض بعدة طرق يتم الحديث عنها في هذا الفيديو من الممكن التخلص من البعوض عن طريق اتباع عدة طرق والتي تتمثل فيما يليه أولا استخدام الثلج يساعد الثلج الجاف على جذب البعوض لأنه يصدر غاز ثاني أكسيد الكربون وتكون الطريقة في وضع بعض الثلج الجاف داخل وعاء يحتوي على غطاء وما إن ينجد بالبعوض لذلك الوعاء يغلق الغطاء عليه وهذه الطريقة من الطرق الفعالة للتخلص من البعوض بالرغم من أنها تحتاج لوقت طويل في ذلك أما فان الطرق هي زيت القرفة بينات دراسة أجريت في طايوان أنه يمكن لزيت القرفة طرد البعوض والقضاء على بيضه ومن أبرز أنواع البعوض النمر الأسيوي ويمكن استخدام زيت القرفة عن طريق صنع محلول مكون من ربع ملعقة صغيرة زيت بما يعادل 24 قطرة مع 113 مليلتر من الماء ورشه على الجلد أو الملابس وحول المنزل وعلى النبات مع الحرص على تجنب استخدام زيت القرفة بكمية مركزة لتجنب تهيوج الجلد ثالثا زيت شجرة الشاي يعرف زيت شجرة الشاي بخصائصه المطهرة والمضادة للميكروبات وقد أشارت الدراسات الحديثة إلى قدرة زيت شجرة الشاي على طرد الحشرات بشكل فعال وأظهر اختبار ميداني فعالية المواد الطارد الموجودة في زيت شجرة الشاي ضد البعوض وذباب الشجيرات من طرق القضاء على البعوض أيضا استخدام الثوم يمتلك الثوم رائحة قوية تجعل منه طارد فعالا للناموس والحشرات حيث يمكن سحق بعض فصوص الثوم أو فرمها وغليها مع القليل من الماء لبضع الوقت ثم صب الماء في زجاجة الرذاذ ورشه في جميع أنحاء الغرفة مما يجبر الناموس على الهرب ومنعه من الاقتراب زراعة النباتات التي تبعد البعوض هناك بعض أنواع النباتات التي تساعد على إبعاد البعوض ومنها النباتات استرونيلا عشبة الليمون النعناع البري ونبات الروزماري حيث يعتبر نبات الروزماري أو إكليل الجبل من النباتات التي تساعد على صد البعوض التخلص من المياه الراكدة تعتبر المياه الراكدة أو مياه البركة أو الأحواض من الأشياء التي تجذب البعوض للمنزل حيث أن وجود مقدار صغير من الماء يساعد على تكاثر هذه الحشرة لكن هذا الأمر لا يشمل حمامات السباحة لأن مياهها مفلترة وتحتوي على مواد مادة الكلور خاصة ويقول عالم الحشرات في الجمعية الوطنية للآفات البروفيسور جيم فريديرك أن وجود بقعة صغيرة من المياه ملوثة وإن كانت بحجم غطاء زجاجة ستجلب البعوض لذا من المهم التخلص من أي مسبب لجذب هذا البعوض استخدام الشموع أو الفوانيس يمكن طرد البعوض من خلال استخدام إضاءات كالفوانيس الحرارية المخصصة للبعوض والتي يمكن وضعها على سطح مستوى أو تعليقها أو من خلال استخدام الشموع التي تحتوي على مادة الجيرانيول والتي تعتبر من المواد الفعالة في طرد البعوض كما أن فاعليتها تفوق نبات سترونيلا إجراءات أخرى لمكافحة الناموس يمكن مكافحة الناموس باتباع الإجراءات التالية تجنب ترك الأبواب مفتوحة قدر الإمكان الاستعانة بمكيف الهواء لمنع دخول الناموس للمنزل الاستعانة بالمويدات الحشرية ومنها الرذال لقتله الفوري الامتناع عن فتح النوافذ غير المحمية بغربال منع الماء الموجود في أوعية الشرب الخاصة بالحيوانات الأليفة وأوعية الطيور المعلقة من الركود منع الناموس من وضع بيوضه في مصادر المياه الراكدة الموجودة حول المنزل كالخزانات والبراميل وذلك من خلال تغطيتها